بسم الله الرحمن الرحيم نحن نحن خصمنا كما نريده نحن بالترتيب الذي نريده ونعود اليه في حالة ضاعث أو وقع مشكلة في الريسيبر أو أعطاء على بركة الله لصنع ملف القنوات ندخل إلى المنين كما تلاحظون بعد ذلك نذهب إلى أربعة أسفار بعد ذلك نذهب إلى قائمة الترددات هنا نجد كل الترددات الآن سوف نضيف التردد الأول الذي نريد ترتيبه في الأول هنا سوف نضغط على الزل الأحمر كما تلاحظون هنا بالريموت كونترول ثم سندخل مثلا أنا هنا سوف نضغط على سات لنغير عفواً عفواً هنا سوف نصنع ملف قنوات خاصة بالنيل سات كما قلنا نضغط على الزل الأحمر منها الريموت كونترول أنا سوف أبدأ بالقنوات المغربية بحكمة تواجد في المغرب القنوات المغربية هنا ترددها هو 11474 معدل ترميز معدل ترميز 27500 القطبية vertical عمودي كما تلاحظون هنا سوف نضغط هنا نعلم عليها ثم بعد ذلك نضغط على الزل الأسرق من الريموت لبدء عملية البحث هنا البحث عن الشبكة من الأفضل تكون دائما فتح هنا نوع القناة سوف أقوم به البحث عن القناة المجانية فقط نضغط على الزل الأسرق وأضغط على الزل الأسرق هذا هو الزل الأسرن الذي نبحث عنه ننتظر قليلاً أي العقنوات المغربية ثم بعد ذلك نضغط على الزل الأسرق بعد ذلك نضغط على الزل الأسرق لحذف العلامة بعد ذلك سوف أدخل مثلا القنوات الجزائرية سوف أعلم على الزل الأحمر من الريموت وأدخل عشر ألف وتسعمائة ووحيد وعشرون عشر ألف وتسعمائة ووحيد وعشرون هنا معدل ترميز سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وهنا القطبية عمودي كما تراحلون هنا هذا هو نعلم على التردد ثم أضغط على الزل الأزرق هنا فتح ثم نعقل قناة مجانية ثم نضغط على أوكي وبهذه الطريقة هنا القنوات الجزائرية بهذه الطريقة إدخال التردد الآخر مثلا سوف أقوم بإدخال التردد قنوات الـ MBC وهو 11 ألف خمسة خمسة تسعة هنا معدل ترميز سبعة وعشرون هنا ألف وخمسمائة هنا كذلك وخمسمائة هنا عمودي هنا يوجد هذا التردد من قبل نعلم عليه هنا نضغط على الزل الأزرق هنا فتح كالعزاء هنا مجانية ثم نضغط على أوكي الآن أنت بإدخال التردد التي أريدها أنا فقط كل واحد على حسب ما يريد الترتيب الذي يريده هنا ستدخل القنوات الـ MBC قد دخلت الآن سوف أقوم بعملية البحث الكلية يعني القنوات نذهب إلى إعدادات الهوائي ثم نختار القمر هذه التردد ثم سوف نضغط على الزل الأزرق من الريموت لبدء أعمالية البحث هنا البحث للشبكة فتح نرى القناة أنا سأبحث على القنوات المجانية فقط هنا من الأفضل من الأفضل أن نختارنا البحث التلقائي لا عفوا البحث العشوائي لكي تدخل كل التردد الجديدة التي ليست موجودة في الريسيفر سوف أضغط على أوكي الآن بدأت عملية البحث إلى حين الانتهاء من عملية البحث سوف أعود إليكم بعد قليل الآن كما لاحظتم انتهينا من عملية البحث نضغط على نعم بالريموت كونترول نضغط على أوكي هنا تتم حفظ البيانات هنا كما لاحظتم هذه هي القنوات الآن سوف نضغط على الزر المينو ثم بعد ذلك نذهب إلى إدارة القنوات ثم نضغط على أوقي هذه كل القنوات التي تم تحملها الآن إذا أردنا أن نضيف قنوات أخرى نريدها ونحبها نحن إلى القائمة الأولى كمثال فقط سوف نرتب هذه القنوات مثلا سوف أختار هذه الطب زمنا وأعلم عليها ثم أختار قنوات أخرى كمثال فقط هذه إدارة سلام الأخيرة الأنوار سيراج كمثال فقط ثم أضغط على الزر الأصفر هنا كما ترحلون أنقل لنقل إلى جهة أخرى نقل إلى موقع هنا نقل إلى الرقم هنا نكتب الرقم الذي نريد مثلا سوف أكتب الرقم كمثال سبسل إلى رقم 20 0 0 20 ثم أضغط على OK هذه انتقلت إلى الرقم 20 وهكذا إلى أن نتم من ترتيب القنوات الآن لكي تتم عملية حفظ ملف القنوات التي بمفتاح USB كما ترحيظون نضع مفتاح USB في مدخل USB في الريسيفر كما ترحيظون العطور على جهاز تخزين بعد ذلك بالريموت نذهب إلى نبحث على التحديد هنا هذه الكلمة ثم تحديد البطاقة USB نضغط على OK الآن نفتح هنا نضغط على OK ثم OK الآن كما ترحيظون بحفظ ملف القنوات والفراش وكل المعلومات الخاصة بالجهاز نضغط على الأزرق من الريموت كونترول كما تراحيظون الآن أثناء حفظ البيانات نجح الحفظ كما تراحيظون ها هي هنا User DB نقطة بين هذا هو ملف القنوات الخاص بجهازنا اليوم أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح البرنامج لا تنسونا من الاشتراك وعمل الله من فضلكم لمساعدتنا على دائما الجديد إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله